أعلنت الجمعية الخيرية الكويتية حفاظ لخدمة القرآن الكريم وعلومه افتتاح مدرسة قرآنية في ولاية هارتا بالهند لتعليم القرآن الكريم ومعالجة الأمية وتعليم اللغة العربية للطلاب الأيتام ولغير القادرين وفي تصريحات صحفية أكد أحمد المرشد نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية أن جمعية حفاظ تستهدف تعليم عشرة آلاف طالب وطالب اللغة العربية والقرآن الكريم والأخلاق والقيم الإسلامية في الهند كما أكد أهمية المدارس القرآنية ودورها الكبير في المجتمع مشيرا إلى أن المدارس القرآنية أصبحت ضرورة تربوية وشرعية لدورها الكبير في تعليم الأطفال ومساندة الأسر والمدرسة في التربية وأضاف أن الجمعية الخيرية الكويتية حفاظ تبذل جهودا كبيرة لإنشاء عدد من الفصول والمدارس القرآنية في أكثر من دولة حول العالم ويعد ذلك نقلة نوعية في تعليم القرآن الكريم واللغة العربية والأخلاق الإسلامية كما أشار إلى أن جمعية حفاظ تسعى دائما لإنشاء تلك المدارس لمتابعة هذا الجيل الناشئ من المسلمين في هذه المناطق